من أعظم البصمات ما كان خفياً تقياً لا يعلمه إلا الله عز وجل هو أبقى وأنقى للإنسان لذلك دائماً للإنسان عندما يعمل بصمة ليكن همه ليس أن يذكر ولا أن يشهر ولا أن يشكر ولكن أن يؤجر ثمة بصمة تسمى حرك أصابعك فقط أعطيك أنا باستجربة بسيطة لو أنا عندي برودكاست إيجابي أو أي إن كان أرسلته لاثنين الاثنين أرسلوها الاثنين يلي تضرب اثنين في اثنين اثنين هذا اليوم الأول ايوا في اثنين هذا اليوم الثاني بدون يساوي خليها ضرب أربع رطوب ايوا في اثنين هذا اليوم الثالث ايوا في اثنين اليوم الرابع الاثنين هذولي أيضاً أرسلوها الاثنين اليوم الخامس تاسع عشر عشرون يوماً واحد وعشرين يوم اثنين وعشرين يوم طيب كم عندك ما كملت شهر كم طلع عندك الناتج المجموع 4 مليون و 194 ألف و 304 لاحظ 4 مليون لو كملنا بقية الشهر سيتجاوز مليار و شوي تخيل لو هذه الرسالة كانت غيبة أو صورة ماجنة أو بدعة أو حديث لم تتأكد من صحته أو فيه سبه لأحد أو لقبيلة معينة أو حتى لنادي تشهير في لعب هذه إذا انتقلت وكل واحد من أصحابك أرسلها الواحد بس تخيل بعد 25 يوم و أنت نايم في مرقدك أو لاهي أو ربما تصلي أو ربما في الحرم عندك 40 مليون سيئة لسبب رسالة أرسلتها تأمن لو كانت العكس نشرت الجميل والمليح وتركت القبيح و نشرت الخير و أنت في قبرك و هذه عداد الحسنات يجري بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر